ومن الأخطاء تأخير الإفطار فمن السنة أن يعجل الصائم إفطاره متى تأكد من دخول الوقت والحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا حديث رواه البخاري ومسلم وجاء في حديث آخر عجلوا بالإفطار وأخروا السحور ومن الأخطاء أيضا أن بعض الصائمين لا يفطر إلا بعد انتهاء المؤذن أذانه احتياطا وهذا خطأ فمتى تأكد الصائم من سماعي المؤذن فعليه أن يفطر ومن تأخر حتى نهاية الأذان فقد تنطع وتكلف بما ليس مطالبا به والسنة هو كما أشرنا تعجيل الفطر وتأخير السحور ومن الأخطاء غفلة بعض الصائمين عن الدعاء عند الإفطار فمن السنة الدعاء عند الإفطار لما في ذلك من الفضل العظيم والصائم من الذين لا ترد دعوتهم والحديث ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر ومن الأدعية الواردة الصحيحة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عند الإفطار ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ومن الأخطاء إضاعة سنة الاعتكاف في المسجد مع القدرة عليها بالرغم من حصول الكثيرين على إجازة في هذا الشهر أو في هذا الوقت إلا أنهم لا يطبقون سنة الاعتكاف في المسجد ومن الأخطاء تحرج بعض الصائمين من حلق الشعر أو قص الأظافر في نهار رمضان بحجة أن ذلك يفسد الصيام والصحيح أن كل ذلك لا يفطر الصائم ولا يفسد صومه بل هو من السنن المستحبة ومن الأخطاء تحرج بعض الصائمين من تحرجهم من بلع الريق في نهار رمضان بحجة عدم إفساد صومه والصحيح أنه لا بأس من ابتلاع الريق ولو كثر ذلك ومن الأخطاء المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان بلا حاجة والحديث الصحيح أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة إلا أن تكون صائمة وهذا دليل على أن الصائم لا يصح له أن يبالغ في الاستنشاق وقت الصيام وكذلك لا يبالغ في المضمضة لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه ومن الأخطاء جهل بعض الناس بمفطرات ومفسدات الصوم وهذا خطأ عظيم فمن الواجب على الصائم أن يعرف قبيل رمضان ما هي مبطلات وما هي مفسدات الصيام حتى يتجنب من الوقوع فيها ومن الأخطاء كذلك تحرج البعض من استعمال السواك في نهار رمضان وربما ظن أن استعمال السواك يفطر وهذا خطأ والحديث لو لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد علق البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال ولم يخص النبي عليه السلام الصائم من غيره وقال العلماء ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو له سنة ولغيره في كل وقت سواء كان في أول النهار أو في آخره أيها الأعزاء اشتهدت في توضيح جملة من الأخطاء التي يقع بها بعض الصائمين والصائمات أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتقبل منا الصيام والقيام ترجمة نانسي قنقر